السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الممثل يوسف الشريف لما سئل عن المشاهد الساخنة قال أنا لا أرضاها ولا أوافق عليها ولا أصنعها تل بقال لك الراجل قال كده بس لقال اللي بيعملوا كده مجرمين ولا فساق وهما كده بالفعل لكن هو ما قالش كده لمجرد ان هو قال أنا لا أقبلها طلع بعض الناس تهجمه انت متخيل ما يطلع متحة العدل ويقول ضد يوسف الشريف ان ده تطرف انت متخيل ان بقى اللي يرفض ان هو يعمل مشاهد ساخنة فاجرة فيها عري بقى ده اسمه تطرف ذكرنا بقوم لوط لما قالوا أخرجوا أهل لوط من قريتكم انهم ناس يتطهرون بقى التطهر محاولة العفة بقى جريمة يعني يرمى بها أهل الطهارة والله لو هذه جريمة وهذه تهمة فنحن نحب ان نتهم بمثل هذه التهم الطاهرة الجميلة انا مش ضد الفن بل بالعكس انا بقايد الفن الهادف النظيف اللي هو بيقدب مش يأخر اللي هو بيرقى بيك وبيرقى بروحك مش اللي هو يشعل الشهوات والغرائز عندك بالشرطة عشان اعمل حاجة فنية رائعة اجذب لها الناس اللي لازم البنت تتعرى ولا لازم يكون في مشاهد ساخنة ده مسموش فن ده اسمه افلاس وعري وده مسموش تمثيل كتير من المسلين قالوا ان احنا مشعرنا بالفعل بتتحرك في وقت ما يكون في مشاهد ساخنة وعندي ادلة لكن طبعا مش عايزة وسع في الكلام ده حتى لو انت مشاعرك مش بتتحرك فيه مراهقين وفيه ناس كتير محرومة بتشوف المشاهد دي وبتفتن بمثل هذه المشاهد اذا في ميزان سيئاتك قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفحشة في الذين امنوا لهم عذاب قليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلموا